وصف مجلس النواب الليبي الحوار المقرر عقده في جينيف بأنه محفوف بالمخاطر وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد داحومة أن الجلوس على طاولة الحوار لن يتم إلا وفقا للمبادئ الوطنية التي يتفق عليها كافة الليبيين كما شدد على موقف البرلمان الثابت حيال دعم القوات المسلحة في حربها ضد الميليشيات الحزبية في العاصمة ترابلوس ورفض التهديدات التركية